يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر وخليوني أصبح على زميلي مصطفى صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير عليك يا بسانتو صباح الفل على حضرتكم وكلكم بدأ الشهر الكريم يدخل علينا وزي ما هو كريم في حسناته وبركاته وتواب ركعاته هو أيضا كريم في موائده الرمضانية كلنا عارفين أن المائده الرمضانية اللي موجودة دلوقتي عند أغلب الأسر المصرية اضاف عليها مكونات جديدة ما بتبقاش موجودة في بقية الأشخاص كلنا عارفين أن ده أيضا سبب في أنه بقى عادي جدا أنك تلاقي بعد الفطار شباب بتجري أو بتركب عجل في ظل الطرق الجديدة المفتوحة اللي بنشوفها كلنا ناس كتير جدا ربما بتبقي تبوز في أول الشهر وعد كده ترجع تلم الدنيا شوية في ناس بتسيب نفسها خالص في ناس من أول يوم بتبقى عاملة ريجيم قاسي أو مركزة هتاكل إيه تحديدا هل عندك خطة للكلام ده ولا ما فيش أصلا سؤالنا بصراحة كده للناس اللي عاملين خطة الناس اللي بالفعل حطين لده جدول عارفين أنه هم حتى لو ضوزوا في أول الشهر هيعملوا بعد كده خطة معينة حيمشوا على نظام معين سواء رياضي أو سواء غزائي سؤالنا النهاردة الموجود على صفحاتنا على فيسبوك بتعمل إيه علشان تحافظ على وزنك في رمضان جاوبونا ودردشوا معانا وعرفونا خطاتكم يمكن نستفيد بها خلينا اسأل السؤال بسانت تعمل إيه بسانت؟ بسانت هقول لك على حاجة خلينا نتكلم بصراحة زي ما انتا قلت أنه ناس كتيرة قوي ما بتعرفش في أول الشهر أن يتحافظ على وزنها وبتتخن وده بسبب أنه بيبقى في عزومات كتيرة قوي ورمضان معروف بكرم الصفرة زي ما انتا قلت والصفرة بتقملينا بالأكل اللي احنا هنأكله الحادي والحلو يعني بعد ما بنخلص أكل بنقعد كده ما بنلحقش نخدم نروح داخلين على الحلو على طول اللي هو تقيل قوي لحلوية الشرقية تقيلة لكن خلينا نقول إنه أنا لو هتكلم على نفسي أنا من الناس اللي باخد وقت شوية على ما أتعود على الشهر لكن باجي في وقت لأ مبقى بفتكر إنه في صيف جاي ايوه وفي لبس الصيف بيفضح يعني مش زي لبس الشتة أنت لبس حاجة متكلفت فيها فتمام لأ لبس الصيف بيبين لو أنت مليت شوية فباخد بيني بأسم وجباتي بمعنى ما بعودش على الفطار مرة واحدة روح واكلة كل الأكلة لغاية مع أشبع وخلاص جيلي طخمة لا بسيب أول حاجة باشرب عصير أستنى شوية تدي بشربة بعد كده طبقي يبقى في العناصر على قد مقدر المتكاملة لو فيه بروتين أو فيه نشويات وصلطة وبكلها واحدة واحدة يعني لو طبق في العادي في أكل العادي هاكله كبير شوية الطبق كبير لا أنا بصغره على وجبة الفطار ولو جعت بعدها بشوية هكمل أكله لكن ما بكلش مرة واحدة بقسم الوجبات على مدار اليوم بحاول كمان في الصحور أن أنا أدخل حاجات بسيطة يعني لو مثلا جبنا خيار مش يزم يعني أخد أدبها على الأكل بالضبط الحاجات دي ببقى الموضوع خفيف شوية لأنه كده كده بنبقى على الفطار يعني بناكل بالضبط فأب نيجي على بالليل لا مش يعني كمان الصحور بيبقى متأخر على قد من نقدر يعني لو ساعة 2 بالليل أو حاجة مش هقدر أن أنا أبقى بأكل أكل يعني أنا معرفش إزاي ناس مثلا مثلا في ناس بتاكل بطاطس على بالليل أي تحمر بطاطس وتاكلها أو أكل تقيل سجوء فيه حاجات غريبة كده بشوفها ما بفهمهاش الحاجة الحلوة كمان أننا بصراحة مليش في الحلويات الشرقية خالص أنا ممكن ما بقدرش يعني أنا ممكن أكل مثلا أي حلويات لها مثلا أي حاجة بشوكولات حط لها أو آيس كريم بس حلويات شرقية كنافة بقى بسبوسة الكلام ده يمكن لو أكل حتة وغير كده فعلا زي ما أنت قلت بجزع ما بقدرش أي فيمكن ده بيساعد شوية أن أنا أختوي الموقف مش أقولك أن أنا بحافظ بس بحتوي الموقف على قد مقدر طبعا باجي في نص رمضان كده وبتدي حس أن الموضوع يبدأ إيه؟ يفلت مني لأن الرياضة هي الحل خلينا نتكلم بصراحة مهما كنت لازم تعمل دايت أكل طبعا لكن لو ما عرفتش تزبط أكلك في رمضان لازم تتمشى يعني ده أقل واجب لازم تنزل تتمشى حوالين البيت عندك طبعا لو عرفت تروح الجيم يا ريت بس لو مش عارف انزل تتمشى انزلي تمشي ده الحل ومفوش كلام يعني لو حد قال لكم غير كده لا حافظ على أكلك على قد ما تقدر حسيت في يوم أن أنت بواسط انزل تتمشى نص ساعة ساعة بك كتير قوي هتلاقي نفسك بجد بتخص جدا المشي بيخصص جدا انت بقى بتعمل ايه يا مصطفى أنا ببعد عن ثلاث حاجات استجدوا على المائدة الرمضانية أول حاجة بندل عصاير فالن؟ أه بس تبدله بالشرب بالمية في البداية مع تمر يعني فيه ناس بتبتدي على طول سوبيا مانجا فراولة ايه ده أنا بابتدي بالتمر الكاركادي أنا مية وطمب فأنا يبقى أنا أول حاجة كده بندل عصاير اللي هو فيه كالوريس كتيرا يعني تجنبتها تمام؟ بعد كده بندل نشويات اللي استجد برضو على مائدتنا الرمضانية السامبوسة كل طيفل حبا في كمية حاجات دخلت مش موجودة بس كميات يعني مش عايب مثلا ان انت تاخد واحدة أخرج اتنين بس دايما حاجات المقلية بتبقى فعلا أنا بقول ان فيه حاجات دخلت على المائدة الرمضانية مش موجودة في كل موائدنا في شعبان وفي شوال صح او لانا غلطان صح عمدك حق يعني ما فيش يعني احنا في الطبيعي هل من احنا بنبدأ بعصير؟ لا ولا بناكل سامبوسة موجودة معنا كل يوم في الصفرة لا مش موجود واخر بند بند الحلويات بعد ما بنخلص فيه بقى طبق مش عارف ايه طب انت بصراحة يعني ملكش كده انك تكل حتة بسبوسة طبعا باخد طبعا بس بحاولة للم نفسي يعني برضو عندي ضمير يعني وعارف ان انت يعني حتاكل في اول رمضان مش هتحرم نفسك من حاجة وبعد كده ايه هتبتدي تنزل بس انت من الناس انه لاحظت عليك ان انت لما بتلاقي نفسك مليت شوية بتروح قرس على نفسك وده يتقص بيحصل كتير ده هي طول عمرها وأنا فاهم الجسم بيشتغل ازاي فده مساعدني برضو على القصة يعني انت برضو بتبقى عارف انت لمتك فين هتقف فين هتعمل ايه وفي النهاية بتشتغل على ده وزي ما انت قلت ميا كتير ميا كتير ونص ساعة ماشي أو ساعة ماشي بس دي وصفة سهلة جدا وكل ما بقولكش ما تكلش يعني ما تحرمش نفسك الحرمان الكافي بس كل بعقش يعني مش كل حاجة تخلصها يعني الطبق كده ما تنسفوش يعني ما تاخدش مثلا عصايره وتاخد حلوات شرقية لا اخد حاجة وهو ده اصلا يمكن الهدف من شهر رمضان الهدف منه مش ان احنا نفضل صايمين طولي اليوم فنيجي على وجبة الفطار ناكل لينا وللزمن وجبة يعني شهر رمضان هو الهدف منه ان احنا نفهم يعني ايه نحافظ على كل حاجة فيها توازن ونصوم عن حتى ودي الحكمة منه الشهوة بتاعة الاكل فيمكن ده هدف الشهر الكريم عشان كده احنا بنسأل بقى حضرتكم انتوا بتعملوا ايه دون نصايح يمكن احنا يعني ما عندناش معلومة كاملة لو انتوا عندوكو حاجة بتمفع معاك ومشي معاكو وعارفين ان هي بتمفع يعني في شهر رمضان قلولنا عليها سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك بتعمل ايه عشان تحافظ على وزنك في رمضان هنستعرض اجابات حضرتكم خلال الحلقة النهاردة باذن الله اهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر بنصبح عليكم